مرحبا يا أحبائي كيف حالكم؟ هل أنتم مستعدون لسماع قصتنا لليوم؟ قصتنا بعنوان ماهر والمحفظة الضائعة كان هناك طفل اسمه ماهر في يوم من الأيام وأثناء مشيه إلى المدرسة بهدوء من غير أن يقفز في الشارع من هنا إلى هناك أو يركض معرضا نفسه للخطر خطر الاستغام بالسيارات العابرة وأثناء مشيه ماذا حدث؟ شاهد ماهر شيئا غريبا مرميا في طرف الشارع وكان هذا الشيء يبدو جديدا ولما عاد ولم يبدو أن أحدا قد رماه لا يريده استغرب ماهر ما هذا يا ترى؟ ما هذا؟ اقترب ماهر من ذلك الشيء بحذر ونظر إليه جيدا فإذا به يرى محفظة جميلة صغيرة وتبدو منتفخة لكثرة ما بها من الأشياء في داخلها وعندما رأاها ماهر منتفخة هكذا أحس بالفضول أراد أن يعرف ماذا يوجد بداخل هذه المحفظة يا ترى ولذلك إنحنى وأخذها وأخذ يقلبها بين يديه متعجبا منها ومن شكلها ومن حجمها الصغير الممتلئ وبعد ذلك قرر ماهر أن يفتح المحفظة وفي حذر شديد فتح ماهر المحفظة فوجد فيها أوراقا كثيرة عليها أخدام متعددة ومتنوعة وبجانب هذه الأوراق ماذا كان يوجد؟ كان يوجد شيء هام جدا 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 لقد كان في داخل المحفظة إلى جانب الأوراق رزمة كبيرة من النقود من فئة الألف فكر فكر ماهر ماذا يفعل؟ ولكن للحظة من اللحظات قرر ماهر أن يأخذ النقود وأن يرمي المحفظة جانبا ولكن تذكر أن الأمانة توجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها الذي يكون ماذا؟ بأمس الحاجة إليها ولذلك أعاد ماهر الأوراق والنقود إلى داخل المحفظة وقرر أن يذهب بها إلى مركز الشرطة القريب حتى يضعها هناك ويأتي صاحبها ويأخذها وأثناء وجود ماهر في مركز الشرطة دخل رجل تظهر عليه علائم الخوف والزعر كان مسكين وخائف وأخذ يسأل كل من يصادفه عن شيء عزيز عليه كان قد فقده كان الرجل يبحث عن المحفظة التي ضاعت منه في الشارع لماذا؟ لماذا يشعر بالخوف والزعر؟ لأن فيها أوراقا سيدخل بواسطتها ابنته الوحيدة إلى المستشفى حتى تقوم بإجراء عملية جراحية تتوقف عليها حياة ابنته أو موتها فعندما رأى ماهر الرجل فرح جدا لأنه قد أعاد هذه الأمانة لصاحبها الذي هو بحاجة إليها أكثر منها رأيتم يا أحبائي ما أجمل الأمانة؟ وما أنفعها؟ أبدا لا نأخذ شيئا ليس لنا وإنما نعيده لأصحابه انتظروني أحبائي لنستمع معا إلى قصة أخرى مع السلامة ترجمة نانسي قنقر